بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حلق الله نبيه الهيد الامين ومحمد الله وعلى آله واصحابه ومن تبعه بحسن يوم الدين النهاردة بنهدي أبنائنا الباحثين في الدراسات العلوي المجلسير والدكتوراه واحد من أهم المواقع العالمية وهو يعتبر كنزي من كنوز المعرفة الموقع ده بيتضمن مئات الألوف من الرسائل والأبحاث المنشورة الدولية وكذلك الكتب اللي بيكون على ضغط كبير جدا في مجال البحوث العلمية تعالوا بينا نستفيد من هذا الفيديو ومن هذا الموقع المميز في البداية هو الموقع اسمه www.scribe.org ده اسم الموقع هتلاقيه موجود في خالة الوصفة أو الـ description اضغط عليه هيفتح لك على طول صفحة المتصفح الرئيس الخاص بيك وتقدر من خلاله تستفيد من إمكانيات هذا الكنز العلمي الكبير أو أن حضرتك تبحث عن طريق مؤاحد محركات الباحث تقوله scientific research publishing سيديك النتائج تعالوا بينا نقول إن إحنا نسينا نشغل الهوت ونكتب scientific scientific research publishing أول نتيجة الباحث هنضغط عليها هتبدأ تظهر قدامنا وده عبارة عن لما نيجي حتى نعمل تراجع هذا هوت مع حضراتكم الوكبيديا بتقول إنه هو بيقوم بعملية نشر المواد العلمية في شتى مجالات العلوم البحثية والتطبيقية ده الوكبيديا بتتكلم على هذا الموقع بتقدير مميز هيظهر الموقع كده قدامك تضغط على على هوم لو بصيت لي التوبيبات الموجودة تلاقي فيه صفحة رئيسية تلاقي فيه مقالات أعدس مقالات وبتكون منترتبة من الأعدس والأقدم هتلاقي فيه المجلات ودور الناشط تلاقي فيه الكتب أعدس كتب موجودة ومعمولة في تصنيفات معينة نرجع مرة أخرى للصفحة الرئيسية من الصفحة الرئيسية لما تيجي تبحث هتبحث عن عنوان الرسالة أو الكتاب أو المجلة أو أنك تستخدم كلمات مفتاحية أو اسم الناشر أو أي بيانات وليكن أنا هبعث عن البيج داتا أنلي تيك تمام فمنقوم بكتابة اسم العلوان التايتل أو الناشر أو أي بيانات كذلك هنحدد طبيعية عملية البحث موجودة في أنهي تخصص من التخصصات عشان نقدر نوصل ل نتائج مرضية لو حضرتك عايز خلينا مرة أخرى نتكلم على عملية البحث وناخد بالنا دية المجلات الإلكترونية الموجودة بعد ما بيديك نتائج البحث بيطلع العنوان بالكامل مع اسم الناشر مع الرقم المرجعي الخاص به ودي تقنية إلكترونية ثم عدد التحملات ثم عدد المشاهدات ثم عدد سيتيشن هنختار أي حاجة من دولة وليكن نبدأ نبحث في مجال من المجالات أنا أفضل أن يكون في مجال البزنس تمام ويمكن نحدد أساسا في المقالات نرجع مرة أخرى مع حضراتكم بهذه الطريقة ثم نختار البحث الخاص بنا تمام وليكن هذا البحث سنضغط عليه أو هذا المقال سيبدأ يضعنا عنوان ويضعني البيانات الخاصة ويقول أن تستطيع تحميل ودف أو html أو xml ويقول عدد التحملات وعدد المشاهدات سيبدأ يفتح للصفحة من خلالها أقدر أقوم بتحميله وتنزيله على الجهاز والاستفادة منه سيضغط على هذه الإكونة أو سنقفل ونرجع للصفحة كما لو حدرك عادت تطلع عليه فإن يجب لك الابستراك ويجب لك كل حاجة خاصة به وهذه الطريقة وهذه الkeywords وآدي عمليات التوسيق المختلفة وهذه المقدمة ويجب لك البحث الكامل تستفاد به هو مع الأسف بالدرجة الأولى يدعم اللغة الإنجليزية لكن لو جن بحث باللغة العربية وليكن دور تحليلات الضخمة في مجال الاتصالات ونجرب ونرى النتائج الخاصة به يعتذر أنه لا يوجد مراجع عربية إذن في الدرجة الأولى يدعم المراجع الأجنبية والرسائل المجلسية الأجنبية والبحوص الأجنبية أتمنى أن نستفد من هذا الموقع المميز تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته